دكتور الحياة زي ما حضركم بتتكلم دلوقتي أنه يمكن المخاطر الأمنية أو يمكن التحديات الأمنية كمان تطورت مع تطور الوقت اللي بنعيش فيه وتطور التكنولوجيا ومؤخرا حتى في وقت الصعب اللي كنا بنعيشه ووقت ما قدرت قوات الشرطة المصرية أنها تواجه الإرهاب وتستعيد الأمن مرة أخرى كان من ضمن المشكلات والتحديات وفكرة استقطاب الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكان فيه دور كبير جداً لرجال الشرطة في هذا الملف تحديداً لو حضرك تكلمنا عنه هو حاجة دايماً المجرم بيحاول يطور نفسه مرتكب الجريمة أساساً هو بيطور نفسه هو بيحاول يستفيد دايماً من التكنولوجيا الحديثة وبالتالي الأجهزة اللي بتوجهه لازم هي كمان تكون على درجة أعلى من ذلك يعني شرطة مصر مثلاً أنشأت إدارة تكنولوجيا المعلومات عشان الجرامل اللي بترتكب عن نت تعرف حاجة دلوقتي كم الجرامل اللي بيرتكب عن نت وإحصائياته بقت عالية جداً سواء الابتزاز المالي أو الابتزاز الجنسي كتير جرام كتير جداً متعددة أصبحت بترتكب عن طريق الجهاز الحسب الآله وعن طريق النت ده ما كانش موجود قبل كده فعلى طول وزارة الداخلية وجهته بإنشاء إدارة عامة كبيرة جداً اسمها إدارة تكنولوجيا المعلومات لمكافحة مستعيزة النهوة من الجرائم لأن الجرائم دي سهل جداً ارتكابها بيقعد ولد عنده 15 و 17 و 20 سنة وبيبقى في غرف مغلقة وبيرتكب هذه الجرائم وبالتالي حتى موجهتها كمان لازم يكون بتكنولوجيا تقابل اللي بيستعمله الولد أو بيستعمله المجرم أو بتكنولوجيا أعلى وده اللي وصلت لوزارة الداخلية ويمكن حضرتك لو تتبعنا الإحصائيات في الفترة اللي فاتت دي نجد أن القضايا اللي تزبطت في مجال القضايا اللي بترتكب على الإنترنت إحصائية تعالية جداً 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 وبدأت الإدارة دي نفسها تتوسع وتتطور وفيها طبعاً فنيين وفيها غير أن فيها زباط على مستوى عالي جداً فيها زباط متخصصين عشان كده حتى قطاع أكاتمية الشرطة بدأ هو كمان يتطور نفسه عشان يواكب هذه الظروف بدأنا ناخد في الكلية متخصصين في مجالات متعددة لتواكب الظروف اللي بنعيشها أو اللي بيعيشها العالم دلوقت